بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد والهجرة النبوية لم تكن انتقالا من مكان إلى مكان فحسب بل كانت بداية فجر جديد للإنسانية بداية الإشعاع الحضاري بداية النور نعم قد انبثق النور نور الوحي في غار حراء وأسس النبي المصطفى والحبيب المجتبى رجال دولة الإسلام في العصر المكي حيث المحن والشدة والجوع والحصار والأذى والعدوان هذه النفوس سُقلت تماما حيث اعتمدت على الله سبحانه وتعالى بلاد فيها أنظمة ديمقراطية وانتخابات شخص يتكلم عن الإسلام وبالإسلام ولكن إذا جاع الشعب معه يوما واحدا فإنهم سيتركونه وسيرسر النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد هذا عرض عليه الملك ليترك دعوته فأبى إلا أن يكون التأسيس علميا حقيقيا صحيحا منهجيا أخلاقيا تربويا فأسس ذلك الجيل ولذلك أئمة دولة الإسلام الأوائل الخلفاء الراشدون كلهم من العصر المكي العشرة المبشرون بالجنة كلهم من أهل العصر المكي أهل بدر وأهل أحد جلهم ليس كلهم من العصر المكي لبنات الإسلام الأولى كانت هناك الآن بدأ تأسيس دولة الإسلام وبدأ النور ينطلق إلى كل مكان وبدأ يسمع عاليا صوت الله أكبر النبي العظيم عليه الصلاة والسلام هاجر وترك لنا منهاجا عظيما يقول فيه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو يمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه يقول والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ليست القضية الانتقال بالأجساد دروس الهجرة لا تعد ولكن نذكر منها لأناس هاجروا الآن من إخواننا ومعارفنا وأصدقائنا هاجروا بعضهم فرضت عليه الهجرة قسرا وما كان ليترك بلاده وما فيها من معاهد الصبا والخير ذهب ليكون فريدا غريبا ذهب تاريخه هو الآن مجرد اسم عانى ما عانى إذن أنت أيها المهاجر لك أسوى بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ترك أحب البلاد إليه ولكن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه عادت له الدنيا بأسرها عليه الصلاة والسلام مكة والمدينة في المرة الأولى تركها مكرها مجبرا في المرة الثانية ذهب وهي تتبعه من دروس الهجرة إخلاص النية كما ذكرنا من دروس الهجرة ذلك العالم الذي يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام فشاء الله تعالى له شيئا من الوراثة النبوية وقد هاجر أئمة الإسلام لظروف عديدة وتجد أحوالهم تبكي القلب هذا الذي يقول هواءي ورائي والمسير خلافه فوجهي إلى بلخ وقلبي إلى الكرخ الكرخ محلة في بغداد وبلخ في أقاص الشرق في أفغانستان تجد الإمام القشيري وإمام الحرمين الجويني لما سمي إمام الحرمين بعد فتنة الكندري امتحن أهل السنة والجماعة فهاجروا وتركوا بلادهم وأوطانهم وهم أئمة الدنيا القشيري منهم إمام الحرمين الجويني منهم جلس بمكة فترة من الزمان ثم جلس بالمدينة فكان إماما للحرمين فلقب بإمام الحرمين ولكن علومهم بقيت ورسخت لكن نفعهم للمسلمين استقر واستمر فأنت عبد في كل حال في المنشط والمكره يا طالب العلم أيها العالم أيها الصالح أيها المسلم أيها الإنسان بهجرتك هذه إذا أحسنت العمل أنت عندك شيء من وراثة النبوة ولو كان يسيرا الدرس الآخر لاحظ تركوا المال والدنيا والبيوت والمال المؤثل القديم والتجارات والمراكز والمناصب كل شيء تركوه بثيابهم خرجوا بثيابهم وربما سلاحة الراكب أو الماشي من أجل ماذا؟ من أجل الله فأنت يا من هاجرت إلى بلاد بعيدة ما نيتك الأولى؟ أصدقني بيني وبينك المال الشهوات رواتب الإعانة التي تأتي من هنا وهناك هذا الكلام بيني وبينك أن تخاطب به نفسك الله تعالى يعلم السر وأخفى وهناك يوم تبلفيث السرائر نسأل الله السلام والعافية نعم هناك من يقول نحن نحافظ على ديننا في بلاد الكفار لكن هو ليس مقتنعا بكلامه نعم هو قد يحافظ أولاده نسبة المحافظة ستكون خمسين بالمئة أولاد أولاده إن حافظوا على أصل الإسلام ولا إله إلا الله فهذا شيء عظيم جدا جدا ولكن كثير منهم ترك الدين احسب الحساب إلى الأمام هل عندك خطة منهجية؟ هل أنت مقيم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل ربيت أولادك على حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام في تلك البلاد؟ إذن إذا كنت كذلك فأنت تأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر ما نوى الله ما حرم الله أو ما نهى الله عنه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وإن كنت تبتغي العكس إذن هذه هجرتك عكسية تهاجر إلى شهواتك إلى هوى النفس تريد الراحة الهدوء لا يوجد مانع ولكن هل حافظت على دينك؟ دينك دينك إنما هو لحمك ودمك هل أعددت خطة منهجية؟ رأيت بعض إخواني المهاجرين أولاده يحفظون القرآن منذ نعومة أظفارهم يتعلمون أسس الدين يجهزهم دعاة قد أتقنوا لغات تلك البلاد فهموا كيفية الخطاب أعرف إخوانا لنا من المهاجرين هو داعي لله تعالى بعمله ليس فتنة للذين كفر كيف فتنة للذين كفر؟ حدثا لبعض إخوائنا في السويد وكان عندنا قبل أيام قال كانوا يضعون صناديق يضع فيها المال في الجبال يعني لا يبقى جالسا هكذا حتى يبيع في الطرقات الجبلية فيها فواكه وخضروات وكذا يأتي الإنسان يضع المال في الصندوق ويمشي بعد ذلك كثرة المسلمون في تلك المنطقة توقفوا عن هذه العادة لماذا؟ لأن المسلم لا يدفع أي مسلم هذا؟ بفتاوى أهوة هابية وغير هابية وكذا خذ أموال أولئك الناس ولكنك في الوقت ذاته صرت فتنة للذين كفروا تصد الناس عن سبيل الله بأعمالك ودينك ينهاك عن هذا فلماذا تكون خائنا لدينك؟ وفتنة تصد الناس عن سبيل الله كل عام وأنتم بخير وأسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق لتكون بداية جديدة لنا جميعا لنبدأ بداية صحيحة نصحح كل واحد مننا يعرف ما عنده من أخطاء ومن مصائب ومن معاصي ومن شهوات وكذا نحاول أن نقلص من دائرة ذلك البلاء الذي يسوءنا يوم تبلى السراء نسأل الله ستر وعافية لنا ولكم وأطلب منكم الدعاء وكل عام أنتم بخير ترجمة نانسي قنقر